من اليوم السابع بقى هنتابع خبر من وزارة الكهرباء الخبر عنوانه الكهرباء تركيب 92 ألف عدات كودي حتى الآن والأولوية للأماكن الأكثر سرقة للطيورة أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 92 ألف عدات كودي مصبوق الدفع من قبل شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية مؤكدا أن إجمالي عدد طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة بلغت 1.340.000 طلب حتى الآن وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأولوية للأماكن الأكثر سرقة للطيور في الجدول الزمني لتركيب العددات الكودي مصبوقة الدفع للحفاظ على حق الدولة لافتا إلى أن هناك حصر الأماكن الأكثر سرقة للطيور الكهربائي سيتم تركيب العددات الكودي لها وأوضح حمزة أن شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بدأت في تركيب العددات الكودي مصبوقة الدفع للمواطنين اللي انتهوا من سداد المقياسات الخاصة بتركيب عددات الكهرباء الكودي مصبوقة الدفع موضحا أن إجمالي عدد طلبات تركيب العددات الكودي حتى الآن بلغ 1.340.000 طلب لحوالي 2.000.000 وحدة مخلفة للي تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية